ومن هذا المنظور فإننا نرحب أيما ترحيب بالنتائج العملية التي أفضت إليها نقاشات نثرية لتقييم هذا المسار الواعد بعد انقذاء عقده الأول وهي النتائج التي من شأنها أن تعزز ما تم تحقيقه من مكتسبات وإنجازات والبناء عليها لتقوية وتحسين الكتلة الإفريقية بمجلس الأمن وبلوغ مستويات أعلى من التنسيق والتعاون خدمة لأهداف وعولويات قارتنا ويكفينا فخراً أن مجموعة الأعضاء الأفارقة بمجلس الأمن أضحت اليوم من أبرز الكتل السياسية بالمجلس ومن أكثرها تجانساً وتآزراً وترابطاً ويكفينا فخراً أيضاً أن قارتنا الإفريقية باتت تتفرد عن غيرها من التكتلات الإقليمية الأخرى بتمكنها من تحديد عهدة قارية يلتزم بها ممثلوها بهذه الهيئة الأممية المركزية كما أن توسع مجموعتنا الإفريقية بمجلس الأمن لتشمل في عضويتها دولاً قررت الإنذواء تحت رايتها على غرار جمهورية غويانا لا يمثل بالنسبة لنا أهم مؤشر على المصداقية والجاذبية التي صارت تحظى بها مجموعة الأفارقة الثلاث في مجلس بات مكبلاً بتناقضاته وشبه مشلول بانقساماته ومنعدم الفعالية والتأثير على مجرى الأحداث نظير استفحال الاستقطاب بداخله وإطلاق العنان لمنطق القوة والصراع في إطاره ترجمة نانسي قنقر